وثائق حصلت عليها قناة بلقيس صادرة عن ما يسمى بالمجلس السياسي للحوثيين تكشف الوثائق طبيعة العلاقة بين ميليشيا الحوثي وإيران وطرق أدائها وشبكاتها الدولية والمحلية الجانب الذي تكشفه الوثائق يشير إلى حجم تدخلات طهران في الملف السياسي لليمن وإدارتها لصراع عبر أدواتها المحلية حيث تشير الوثائق إلى تحركات سياسية يقوم بها جواد ضريف وزير الخارجية الإيرانية للاعب دول الوسيط للحوثيين على المستوى الإقليمي والدولي وبحسب الوثائق فقد تلقى الحوثيون نصائح من السفير الروسي في صنعاء تمثلت في إعلان الحوثيين مبادرة للسلام من طرف واحد وذلك لإحراج التحالف أمام العالم النصائح التي أدلى بها السفير الروسي حثت الحوثيين على وقف العمليات العسكرية على الحدود السعودية والتوقف عن استهداف المملكة بالصواريخ الوثائق المسربة كشفت أيضا عن سياسة الحوثيين القائمة على اختلاق الفوضى في المناطق المحررة وخاصة في محافظتي عدن وحضر موت حيث وردت في تقارير المجلس السياسي للحوثيين أسماء عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية في المحافظات الجنوبية لتجيب عن تساؤلات الأطراف التي تقف خلف الأعمال الإرهابية شخصيات سياسية وعسكرية وأخرى حقوقية ثبت تورطها في العمل على خدمة أجندة الميليشيا في عدد من المحافل الإقليبية والدولية فقد أظهرت الوثائق سلسلة من اللقاءات والاتصالات بين الحوثيين والقيادة الإيرانية والتنسيق الكبير بين الطرفين في عدد من المحافل الدولية كما تظهر الوثائق الأوامر المالية للفريق المشاركي في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان لعدد خمسة أشخاص بينهم صحفية بريطانية اسمها فينيسيا بيلي والقيادية الحوثي جميل جياش والإعلامية اللبنانية لبناء يحيا وحنان الحرازي وحزام الشريف لن تكون هذه الوثائق السرية المسربة للحوثيين إلا جزءا من كشف الجانب الخفي لطريقة إدارة الميليشيا للحياة السياسية وضوءا أوليا تكشف من خلاله قناة بالقيس عن التنظيم السري للحوثيين الجماعة التي أرادت تحويل اليمن إلى كهف سري مظلم